حاكم مصر في لبنان رياض سليمي وأشقيقه ومساعدته مريان حويك إلى الواجهة من جديد عدم وضوح وتصويب طلب المساعدة القضائية من لبنان من قبل سويسرا بشأن تحولات مالية هذا ما قيل في الإعلان ليعاد التوضيح بأن طلب سويسرا متعلق بعمليات تبييد أموال من قبل مصر في لبنان المحام زكريا الغول يفند لصوت بيروت انترناشنل وبيروت سيتي الفرق بينما ذكر أعلاه خلينا نرجع بالأول لأنه موضوع إذا ادعاء أو من وجود ادعاء أو من عدمه أولا المعطيات التي توفرت للكل التي استقاينها من وسائل الإعلام لم تثبت كيفية هذه الإحالة من القضاء السويسرا بموجب الطرق الدبلوميسي عبر وزارة الخارجي لوزارة العدل اللبناني فهل يترى فيه ادعاء تحرك القضاء السويسرا من تلقاء نفسه بعض المعطيات غير كاملة وبدي هون بدي حب يذكر بمجلس النواب السويسرا أخذ قرار بالألفين وتمانية بتفعيل موضوع التبادل حول تبييد الأموال هيدا أخذوا بالألفين وتمانية والتفعيل سيتم بالألفين وواحدة وعشرين فبناء على هيدا المعطيات باعتقد أنه صار فيه تحرك تبعا للقرار اللي أخذوا مجلس النواب السويسرا هلأ المعطيات هل يترى في ادعاء شخصي تحرك القضاء السويسرا من تلقاء نفسه باعتقد بدي نمطر بعد شوي لا تتبلور الفكرة كلا ياتا ما في ادعاء هي مجرد تحقيقات يعني قد تؤدي إلى براءة وقد تكون بالإدان هيدا نترك الأمر لموضوع القضاء بس لا شك في شبهات هيدا الموضوع يلي تم بيسهم أكتر بيسئة لسمعة لبنان الدولية لا شك أنه سمعة لبنان صارت من تاريخ تمنوا عند الدفع لهلأ هي وتصنيفه تريبل سي أو هيدا هلأ يجت هاي الموضوع بموضوع الحاكم لتسيء أكثر لسمعة هذا النظام المصري في اللي كان دورة التاج فللأسف أسئت لسمعة لبنان مثل ما قلنا هلأ هل يا ترى الحاكم أسئ ما أسئ فقدنا ننطر مثل ما قلت لك التحقيقات لأنه بالقانون اللبناني موضوع تحويل الأموال ليس بجرم كلمة أنه ما في كابيتل كنترول لم يقر من مجلس النواب ما في جرم بموضوع تحويل الأموال لكن إذا تبين في موضوع تبيل الأموال في شك فيه لأ فيعتبر جرم خصوصا أنه هو الحاكم بأمره يعني سبدي كمان الحاكم بأمره بالأمور المالية بلبنان بالألف وتسعمية وتسع وتسعين في منظمة اسمها FATF يلي هي طعنا منظمة غير حكومية طعنا بطبييد الأموال صنفت لبنان بلاكليست لأنه لم يتعاون على أثارها تم إكرار قوانين طبييد الأموال وقانون المخدرات فنحن هاي مثل مقصى لفوقنا وبالألفان ثماني هاي العام الأمم المتحدة حثت على موضوع مكافحة طبييد الأموال فنحن مجبرين وملزمين على التعاون مع القضاء السويسري لتبياني الحقيقة عن دور هيئة التحقيق الخاصة يعني احنا أي شبهات متعلقة بتبييد أموال تمويل إرهاب هي لازم تتم عبر هيئة التحقيق الخاصة لدى مصر في لبنان تم هو الحاكم هو رئيس هيئة هذا الموضوع الأساسي في لبنان أن الحاكم هو رئيس هيئة التحقيق الخاصة كيف دي يصير يعني يحقق مع نفسه يعني بصفته حاكم أو بصفته الشخص يلي يحول أموال هذا هون التعارض يلي بيمنى هيئة التحقيق الخاصة تأخذ مجرأة القصة أبعد من ذلك ولا تقتصر فقط على سلامة هناك شبكة واسعة من المدانين وإلى اليوم تمكنوا من الإفلات من العقاب نحن ننتظر قرارا دوليا بتعقبهم ومحاكمتهم اشتركوا في القناة